أعلنت وزيرة تضامن الاجتماعي غدا والي أن حملات طرق الأبواب ضمن مبادرة اتنين كفاية نفذت 639 ألف زيارة وأحالت 97 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة في ثلاثة أشهر وأكدت والي أن الحملة نجحت في رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافي المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة مضيفة أن البنامج يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية في نحو مليون ومئة وخمسين ألف أسرة مستفيدة من بنامج تكافل